صباح الخير لكل المشاهدين لكل المشاهدين يلي هلأ اللي حيقوموا يتمرنوا معي أو لكل المشاهدين يلي بيحضروني هلأ وبيرجعوا بيتمرنوا معي بإعادة الحلقة بوقت تاني من النهار تذكروا ما حدا يحط حجة إذا ما تمرننا الصبح يعني خلص راح الصبح من أن تمرن بقى التمرين مفيد بيحي يلا وقت من النهار لما يكون عندكم الإرادة لما يكون عندكم الويل إنكم تتمرنوا وتصيروا ناس أفضل اليوم لحشتغل على عضلات الشولدرز لحن إذا بدكم نكمل البوزلي اللي نحن بنرسمه اليوم بخامس ساشن بالأسبوع بعد عنا بكرة ساشن صاروخية لح تكون برجع الساعة الستة بالليل بلتقى أنا وياكم فيس توفيس مع التيم بالبرايا بالزوء كرميل نحكي هانب الرئيس كولتشر كرميل نعمل هانب الكامب ونتمرن فونكشنل بوت كامب ترينينج وان افضل باست على الرمل كيف ما كان يكون التقس ما عليكم إلا تجوا على الباب وتقولوا أيام هانب الوريور وتفوتوا لجوة أكيد على الساعة ستة ابتداء من الساعة ستة عاشية منبلش لصفوف طب قولنا الصف كتير عم بيكبر الكولتشر كتير عم تعمل سبريد تحضيرا لسباق الهانب الرئيس بمشاركة الام تي بي ودعم مباشرة من الام تي بي بسبتمبر بسبعة سبتمبر 2014 بالزعروة على كل حال صورة واحدة اليوم لح استعرضها معكن العلاق أكيد بالدلتويدز بأقصامه اللي ثلاثة قسم أمامي قسم خلفي وقسم من الوسط لح نجرب نستعرض شوية حركات لقلون خليني ابتدأ أنا وياكم مع الدمبلز تذكروا دايما شو الوزن المنيح لقالكم هو الوزن اللي بيخليكم تعملوا كل الريباتيشنز بقلب السات بطريقة صحيحة لما بلش نعمل ليفتنج وضعية جسمنا ملنا صحيحة يعني في شي غلط يعني ما عم نعمل جود ووركات خليني بلش معكم من هون رول يور شوردرز باك سكويز يور أبز اجرية على وسع الكتاف من هون لاتر الريز 2 3 4 معدي مشدودي دايما 5 6 7 كمان 8 9 9 10 10 5 1 2 3 4 5 5 5 بريح شوية دمبلز بجاله بيديه لاح انتقل للحركة التانية المهم كتير شغل كل عضلات جسمي ولا اسبوع يقطع كون عم بعمل سكيبنج لاح يلاح 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 نوع من التمرين او حيالله عضلات ما اشتغل عليها لازم كون عم تكمل هدا الفصل كله اشتغل علي كل عضلات جسمي من هون لاح ارجع اوبر هاد برس عم بعلي شوية لفارشيكم كيف الركب تابولكن لازم يكونوا اسناء تقديت الحركة يعني ما لازم يكونوا اجرية بها الطريقة اجرية لازم يكونوا هون اركيبة شوية مطعشين بطلع بالبوزشن and I go سنجل 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 امركز منيح عظيم. لما احكي روتايتر كف كولتشر قديش نحنا كتير من الناس بكون مع اصابة واوجاع بهايدي العضلة ومنقول بكل بساطة كتفي عم بيجعني او عندي واجع بمكان ما عم بقدر عامله زبادكم ما عم بقدر حدد وين مكانه كتير بتصير هدي الشغلة اليوم روتايتر كف هي عضلة مهمتها تثبت الكتف بمحله بمحلات كتير نحنا ما نكون عم نشتغل كتير حركات ممكن تأثر عليها تعمل لها زبادكم التهاب او تعمل لها نوع من الاصابة لازم نعرف نحنا لما يكون عنا اصابة بالروتايتر كف نجرب بعد ما نشفى منا بعد ما نكون خلص صرنا حاضرين بعد اكيد العلاج نكون عم نرجع نقوية شوي شوي قبل ما نرجع نعمل نحنا قبل ما نرجع نعمل لتمرين كتير قاسي للشولدرز كيش ممكن نشتغل على الروتايتر كف رابر باند از ان اكسلنت اكسيسوري لنشتغل على الروتايتر كف لحفرجيكم حركة اكيد عملينا قبل بفكرت ووركاوت لانو نحنا روتايتر كف ترينيج كان ياخد وقت كتير كبير منها كنا نشتغل كتير على هيدا الموضوع من هوني لحرجع كتافي لورا كوعي مسبت بجسمي من هون كأنه في برغي فيت بجسمي وعن بتثبتلي كوي لقدام من هوني لحعمل حركة بعيد لبره الجسم واحد اتنين تلاتي اربع كمان خمسة ستة سبعة ثمانة تسعة عشرة متل ما انا بنفس اليد ببرم لهون لسير اعمل حركة بعكس الحركة اللي كنت عم بعملها يعني بدل ما كنت عم شد انا لبره هلا بدي شد لجوه من هوني كمان اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانة تسعة وعشرة ايدي بتسعين درجة ما بين السعيد واعلى الزند بنتقل لتاني ايد وبرجع بقوم بنفس العملية بالطريقة زيت يعني برجع بعمل كله برا برجع ببرم لجوه سبت كوعي قدمة فيه اكيد على جسمي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانة تسعة عشرة انا شد دمعتة اي دي فيها تكون هون فيها تكون هون بالطريقة بتريحني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة على مهلة سبعة تمانة تسعة وعشرة هايك بكون اشتغلت اليدتان او بالميلتان حركت ايدي اكيد عمشتغل هالحركة الروتايتر كاف ولكن بكون انا اشتغلتهم بالطريقة زيتة يعني مرة امبولنج لبرا مرة امبولنج لجوه ونفس الشيء بتان ايد تعرفوا مبدأ السيمتري ازابتكم بالجسم لازم بتين نشتغل بسيمتري معينة يعني شو ما بنعمل هون بنعمل هون شو ما بنعمل برجع بنعمل لازم تمرين لنا يكون متكامل واكيد لازم يكون عم يشتغل على كل عضلات الجسم لتكون مجموعة عضلية مترابطة جدا وهيدا مبدأ المصل بالانس يعني كل ما يكون عندي مصل بالانس بالجسم كل ما يكون في عضلات قوية قبيلة عضلات ضعيفة هون عندي خطر اصابة عندي خطر ما يكون عندي صحيحة ما يكون عندي شي صحيح ابدا لما يتعلق بالفيزيكالية تبعيتي بلاقيقة البدنية خليني روح لبلايت هلا من هون اصنو الظهري شوي على تسميه الوحش انا واحد فرنت رايز اتنين شوفوا ركاب كيف مطعوجين من هون ما بوقف هيك وبعمل اكيد حركة دايما اجرية مطعوجين نفتحاريفة مPartويةً البيضيين وأفاجعيكم كيف وما وصلوا افاجعيكم كيف وما انتًا وث querer تغيرها مثل اثريحة مjäكو هوني بلشنا نشتغل اذا بدكن اول حركة من الفرجية باثنان من الادوات اذا ما عنكن بلايت ولكن عنكن دامبلز منشوفها بالدامبلز كيف لحعملها بغير طريقة انا وياكن بغير طريقة انا وياكن صحيح كتاف لورا معدي مشدودة اجران على مستوى الكتاف وهيدا الشي انا بدقلكون ايه اذا ما عنا وضعية جسم صحيحة نبلش فيها الحركة كل اللي عم نعملوا بعدين ما انه صحيح لحنا نتعلم نعمل حركة بطريقة خاطئة لحنعرض حالنا لاصابة مبدأ الويت ليفتنج او مبدأ كل الرياضات يكون الابر بادي طبعي يكون عنده كتير قوي كرمال احمي سباين طبعية احمي كل هالمنظومة الموجودة بالابر بادي طبعي مش ان هيك لازم البوستر طبعي يلي ببلش فيه يلي هو الستاتيك بوستر يلي بحكي عنه يلي هيدا هو اوكي يكون سليم قبل ما بلش حيالي حركة اذا بدي بلش الحركة انا وعامل هيك او بدي بلش الحركة انا وعامل هيك او دي بلشها بطريقة ما كون صحيح ما يبنى على باطل فهو باطل مش ان هيك من هوني احسين single single double double let's do it more come on single single double double one more time single single double double one more time single single double and double perfect let's go to the kettlebell now the Russian form of dumbbells which is special if you want to be able to do it with the kettlebell it is true that it is a little bit like the dumbbell but it is not ما في استعملها لكون عمقول انا عم بستعمل دمبل عادة طريقة تكوينها كيف بيتوزع كيف توزيع الوزن فيها كيف هندستها بتختلف كتير عن دمبل مش هناك لما كون عم بقدي حركات فيها بدي كون عم بنتبه فيها الميزات منبقى منحكي عنا شه نهار متل انواع معينة من التمارين ما فيها عمالة قلة بالكتلبل على كل حال لحعمل ليفتنج لفوق اول شي لحسبت ايدي هون لحفرجيكم اياها منها الميلي ايدي لهون لحروح اوفرهاد بايد واحدة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانة بشدة المعدة منيح تسعة وعشرة من هون ليفت داون سويتش لتاني ايد كمن up overhead one two three come in four five six seven eight nine and ten and ten switch على جنب يعني من هون احنا رح نكمل معكم لانه لحكون عنا كتير وقت نشتغل على اشيه عادة منجرب قدمه فينا لكن خليني هلأ امزج حركتين كنا عاملينه نصوه عمشتغل lateral بعدين عملت front raise lateral raise plus front raise لحنا نشتغلونه نصوه بلا ما تكون عم بعمل swinging يعني كتير من الناس بشوف لما الاوزان تتقل عندهم اكتر وهيدي من المشاهدات اللي ممكن يشوفها بالنوادي بيصيروا يعمل swinging swinging شوفهم عم يشتغلوا بهالطريقة مبدأ ال swing خطر كتير ومعقول يقزيكن مشاناك لازم دايما نحن نسيطر على الوزن نقدر نبني القوة تبعيتنا بطريقة كتير progressive كرمال لما نقدر رحموا الاوزان تقيلة نكون نعرف جسمنا يكون حاضر لايستعمل الاوزاني اللي بيستعملها انا لاح ارجع اكرر هي اوزان للإستعراض او للدام ولما فرجيكم الحركة لما اكون انا عم بتمرن اكيد تمرين الخاص بكون في حك تاني اكيد 6 come in that's 7 more and more 8 2 more to go come in last one ok perfect منحوني rubber band منحون تعرفوا قديش فيه اشتغيل بهالاكسيساري فيه اشتغيل كتير من الحركات بضعس عالنص عبلا فوق ايد واحدة واحد اثنين اربعة خمسة منحون كتير overhead اليوم عم نشتغيل من هون واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة اخر بضع بضع ثلاثة ثلاثة اخر اخر منص العوام ثلاثة تذكروا دايماً To get fit and to stay fit شغلة ثانية هلأ بها الفترة إنه ألمانيا لح تربح المونديال See you tomorrow